حمطير الاسكندرية فريق منتخب مصر كرت السلة رجالي اللي بيستعد لتصفيات المنطقة الخامسة اللي هتتلعب في اسكندرية الحقيقة المنتخب الفني او الجهاز الفني بقيادة الكابتن احمد مرعي ضم السلاسي النادي الاهلي عمر طارق وعمر الجندي وهاب امين وتم استبعات حتم البحيري بسبب اصابته بفيروس كورونا الف سلام عليك حتم وحنا بنتبعه والحقيقة حتم حالته بتتحسن الحمد للرب العالمين ولكن اثناء البطولة مش هيكون تماثل تماما للشفاء فمش هيشارك في البطولة وكان قابليه محمد ابن نصر اللعب النادي الاهلي كان منضم في بداية المعسكر اصاف انكل رجله في كلام انه الانكل لا الاكيلس يعني الاتهاب مش باين اول انتوا عارفين حتة الرجل مع الاكيلس مع الانكل كده بتبقى الاتهابات مشتركة متبقاش قادر تحدد قوي الاتهابات جاية من هنا الا بعد فترة فحتم عشان كده عشان كده محمد ابن نصر استبعد من المنتخب وبتوفيق طبعا لمنتخبنا وبتوفيق للاعبة النادي الاهلي ولعبة مصر كلها الحقيقة في التصفيات وخلينا اقول لكم ان اول مطشة تلعب يوم 27 يوم الجمعة الجاي ولكن تم ترحيل مع عاد المبرامة من الساعة 8 للساعة 5 ونص عشان اللعيبة وجاز الفني يتابعوا نهاية افريقيا لكرة القضاء طيب هنروح لخبر الاهلي يكتسح المأولين ببطولة منطقة القاهرة ناشيء السلة فريق ناشيء السلة بكادة كبتناسة بفتوح كسب المأولين 83 تسعة الاهلي كان كسبان كل مطشات الفات كسب نادي النصر مصر البترول المأولين العرب نادي الكهرباء ونتساله مطش واحد قدام نادي الزور خلينا اقول لكم ان الخبر ده اسعدني في شيء هي عودة تاني نادي المأولين العرب وناشئينه في المشاركة نادي المأولين العرب كان ليه فرقة جمدة جدا في كرة السلة وكان دائما بيكون من الخمسة الكبار على ربعة الكبار فجأة تم تسريح هذا الفريق واكتفه بس بكرة القدم اتمنى تاني ان كرة السلة ترجع تاني في نادي المأولين العرب وللمنتخبات فالحقيقة كان حزننا كتير إن المؤولين العرب بعد عن المنافسات كرة السلة سواء ناشئين أو كبار ولكن أتمنى إن شاء الله عودة يعني الصرح ده مرة أخرى لرياضة كرة السلة